تواصل وزارة الداخلية حبلتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وقد تمكنت وزارة الداخلية في هذا الإطار خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 149 قضية تموينية بمضبوطات أكثر من 200 طن مواد غذائية أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فتم ضبط قرابة 141 طن السلع غذائية وغير غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط 36 طن أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 13 طن سلع غذائية وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 11 طن من الأسمد وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 374 قضية من بينها 129 قضية خبز ناقص للوزن و112 قضية غير مطابق للمواصفات وبمضبوطات بلغت ما يقرب من 9.5 طن دقيق مهرب ترجمة نانسي قنقر